انت دايما نيوية لتقول ان انا بحب اقدم العمل الراقي المحترم اللي حافظ على الاخلاق وبحب انه يتقال علي منشد وحافظ على اللقب ده اه اه يعني حريصا انت دايما تختار كمان كلمة الاغنية بعنايا تقدم حاجة اه 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 طليت كمان بيقنتك الفنية ودراستك انت تعيبت في دراستك اه والله يعني مش تعيبت انا عدت 22 سنة بجري علشان خاطر اوصل لحاجة انا بعد كده اطلع المسرح مش مشكلة اعمل بروفر يعني زي زي المارينز المارينز بيتحطه في اي حتة بيقضي الحكاية على طول فانا عملت لنفسي مارينز فني ان انا اطلع المسرح مهما كان اللي موجود معايا اقدر اغني واقدر اعزف واقدر اطلع من اللي موجود حاجة جديدة يعني انا حتى في المناجهة الاخيرة انا حاطت الورق قدامي وقاعد باخد من كل الجو اللي حوالي واعمل جديد شايف ان احنا محتاجين النوع ده من الاعمال اللي بترتقي بالضوء العام بشكل اكبر طبعا طبعا اكيد اكيد وده مفروش كلام ده هيساعد كمان في رقيق سوق العالم ايه رايك في مستوى اللي بيقدم في الوقت الحالي؟ والله انا شايف ان الحمد الله بتدينا يعني فيه جزء ما حبش اتكلم عنه عشان الناس متزعلش بس انا مش معارض يعني انا دايما بقول ان الجزء ده ده حاجة يعني اللي هو ده توصد يعني المهرجانات المهرجانات لا المهرجانات هي ما اسمهاش مهرجانات ما فيش حاجة اسمها اسمها مهرجانات ده هو اسم جديد انطلق على حاجة بقى جديدة احنا عملناها اسمها راب بالطريقة المصري دي كانت تقدر تبقى كويسة جدا جدا لو قدرنا نجيب كلمة كويسة تخش البيوت محترمة لكن معلش انا متأسف الكلام ما كانش يقد مستوى الفكرة الجديدة اللي هم عملوها وانا شفتهم من زمان جدا جدا في مهرجانات راب برا مصر في أوروبا وانا بشتغل مع سوز فاتح سلامة ومع سوز يحي خليل فكنت بقى سافر معهم فكان فيه مهرجانات احنا بنشتغل بنلعب بنعزف فيها وبنعمل بشوق انا كنت بقى عمل شوق اقاعي كبير جدا جدا وعلى الارض وعلى الاقاعات وكده كنت الحمد لله رب العامين ناجح شايف ان المنع هو الحل ولا منع الاجاني دي ولا يبقى فيه طرق تانية لا فيه طرق تانية لان ده رب الطريقة المصرية نوع جديد ما هو برضه انا مازكاتي ما اقدرش ان انا يعني بس الكلمة لازم يبقى فيها رقابة جامدة جبنا كلمة كويسة محترمة نقدر يعني نوصلها للناس يعني زي مثلا الاستاذنا الكبير رحمة الله عليه محمد طاها والعزبي كانوا بيقولوا موويل موويل شعبي بس كان بيقول ايه كان بيقول حكمة يعني مثلا كان يعني يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فيه واحد اسمه شعام الشيخ بررين برضه من الناس دي كان بيقول حكمة فالحكمة كان بتيجي مثلا زي ان بعتني يا عم وسط الناس غليني خسارة الحر لو داسه الزمان ورماء تمام الصاحب اللي يكون لك في الودات كله حافظ على الود لو منه الاسى كله جداملك الزاد بصافي نيتك كله افكر ما تنساش ان كان حبيبك عسل ما تخلصوش كله فبقنا نقول كلام حلوة الحاجات الحلوة اللي بتخلي الانسان في الشارع جدع ترجعنا كده جدعان بھلاك مزدق